اهلا بكم شبابه فيديو جديد من دورة فلاتر. النهاردة هنكمل بناء نوتس اب. طبعا احنا نرى رفتك وان انتهينا خلاص من. ما انتهيناش منها بالكامل لكن خلاص يعني خلصنا الشكل الرئيسي بتاعنا. فاضل دلوقتي ان انا ازبط شوية نقط منها. منها مسلا ان انا عايز اعمل كده ما بين كل ايتم والتانية. فتعالا كده نروح على الايتم. واقول هنا كده. تمام. ونخلي ده يبقى مترك. تعالا بس نحط البيدن كده مزبوط. تمام? واقول هنا ونخليه مسلا بمقدار اربعة كده. وبعد كده نعمل هنا. مش اعتقد كده المنزل لطيف. ممكن بسلا نزود البيدن كده شوية. يعني ممكن نخليه مسلا ستة. ونعمل كده ماشي كده اظن طبعا لسه هعمل مساحة من هنا وكل حاجة بس ايه? يعني خلينا دلوقتي نركز في المهم. تمام? تعال كده نبص في الواضع اللي احنا عايزين يعملين. انا دلوقتي طبعا محتاج ان انا اي كالر. يعني انا محتاج اول حاجة لما اضغط مسلا على اي واحدة فيهم. فيباني ان انا اخترتها. ده اشيء طبيعي. تمام? فانا محتاج اروح على كده. يبقى عندي في المكان ده. حاجة بتحدد لي هو ده تم اختيار ولا لا? يعني انا من البداية كده محتاج استقبل هنا حاجة مسلا تقول لي مثلا. يعني دي تعبر على ان الكالر ده تم اختيار ولا لا. ممكن تسميها اسم معبر عن كده اكتر. بس ده الاسم اللي جاي في دماغي دلوقتي فهسميها از اكتف. تمامي. دلوقتي بقى المفروض اللي انا اعمله اي يا شباب? المفروض ان انا دلوقتي لما اروح على اي من دول. واضغط عليه كده يباني ان انا اخترت ده. ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي. الموضوع بسيط جدا. فطبعا محتاج اروح على ايتم ذات نفسيها اصلا. اهي. كده. وخليها تستقبل بول فاينال بول. وهسمي از اكتف مسلا. طبعا ما هتسميه اسم يعبر عن كده اكتر. بس از اكتف بالنسبة لي هتوعبر عن ان الكالر ده تم اختيار ولا لا. لان الكالر ايتم دي اللي انا بعرضها. فبالتالي انا محتاج استقبل فيها متغير يقول لي هل الايتم اللي هتتعرض هنا هي ايتم تم اختيارها ولا لا. فعشان كده هستقبل المتغير فيه المكان ده. وهنا مسلا هتديلو از اكتف خليها دلوقتي مسلا توقع بترو. ماشي. وتعلى بقى نشوف هنعمل ايه. فانا دلوقتي محتاج على اساس المتغير اللي جايلي ده. اغير شوية في طريقة عرض الايتم اللي هنا. بس ده كل اللي انا محتاج اعمله بكل بساطة. يعني انا ممكن بسهولة جدا مسلا فالنفتار دلوقتي اتشك على از اكتف. اتشك هنا اقوله از اكتف. هل هو اكتف? لو اكتف هعرض له ايتم مختلفة عن الايتم دي. فتعلى نشوف هنعرض ايه في المكان ده? انا ممكن اعرض نفس الايتم بالزبط. نفس الايتم بالزبط كده. تمام? واركز بقى في النقطة دي. تمام? نفس الايتم بالزبط بس مسلا اضيف على السيركل افاتار. رابو زورج التانية. واسميها برضو سيركل افاتار. تمام? واخلي بتاعتها يبقى لونها تمام? فانا كده عندي اتنين سيركل افاتار فوق بعض. تمام? واحدة الكالر بتاعها ازرق. والتانية الكالر بتاعها وايت. بس لو طلاحي شفت اللي حصل بمجرد محطتها. لان السيركل افاتار ليها ريديس محدد. فهي خلت بتاعها غصبا عنها ياخد نفس الريديس بتاعها. فعشان كده هتلاقي كلهم صغر مرة واحدة عشان ينسبوا ميني نسبوا بتاعهم. فعشان كده انا محتاج هنا حط ريديس برضو. تمام? ولازم خلي بالك يكون ريديس اكبر من دي. لازم عشان فرق اللون يباني. يعني انت مسلا دلوقتي حاط الدائرتين فوق بعض. انت عايز تبين لون الدايرة اللي تحت. فلازم لون الدايرة اللي تحت او الدايرة اللي تحت اصلا تكون اكبر من الدايرة اللي فوق. عشان حاجة منها هتبان. لو مش اكبر مش هتبان. فبالتالي الريديس اللي هنا لازم يكون ايه? اكبر من الريديس ده. فانا ممكن استخدم الريديس ده هنا. تمام? وخلي ده اقل مسلا بدرجتين. هتقول لي ليه طبعا عمالة الحركة دي? عشان احافظ على بتاع السايز بوكس. لان اخلي بقى احنا محددين هنا على اساس تمانية وتلاتين. فانا حابب يكون فيه تناسق ما بين الاتنين. هنا برضو تمانية وتلاتين وهنا برضو تمانية وتلاتين. ما يبقاش في فرق. ما تلاقيش مرة واحدة كبرت. ممكن على فكرة تعملها. يعني انت لو حابب تعملها كده تقدر تعملها كده ما فيش مشكلة خالص. بس هنحابب اعملها بالاسلوب ده. تمام? فزل ما انت شايف ده كده منظر عندنا. بص لو تلاحظ بقى فيه كده كالر حواليها من برة. فطبعا هي واحدة بس اللي هتبقى كده. فهيباني ان هي اللي تم اختيارها. مش الباقيين. يعني المفروض الكالر ده هيبقى مع واحدة بس. اللي هي از اكتف. طبعا انت احنا هنا نحط كده. بس كده. فطبعا دلوقتي كل اللي انا محتاج اعمله ان انا لما اضغط على دي بس اللي اتبعت لها ايه فقط لغير. يعني اللي هنا بس هي اللي اتبعت لها مش اكتر من كده. بس زي ما انت شايف لحد كده الموضوع بسيط. انا بحب امشي معاك الموضوع خطوة بخطوة. ودائما نعود نفسك على كده لما تيجي تشتغل على مشكلة. تمام? تقسمها لاجزاء الصغيرة وتبتدي تشتغل على جزء جزء. ما تحاولش تفكر فيها كلها مرة واحدة. لان انت ممكن تبتدي تفكر طب انا هتخلي مسلا الايتم لما ايجي عليها وهي جوة. ازاي هي الوحيدة بس اللي هحددها. وتحسس نفسك ان الموضوع اصعب من الحقيقة. تمام? فبالتالي ما تحلهاش. تلاقي نمسك هتلط فيها. فبالتالي عشان كده دايما نبتدي حل الحاجات البسيطة. اسهل حاجة حلها. مشي الايتم بتاعتي اكيد انا محتاج احدد هي اكتف ولا لا فاكيد هتستقبل بول عشان اقدر اقول هي اكتف ولا لا. لو كانت اكتف هبعت له الايتم دي. لو ما كانت اكتف هبعت له الايتم دي. بس موضوع ده بسيط مش محتاج تفكير كتير. ندخل بقى على الايست فيو ما انا هنا بس اقبل البول اللي بيقول لي الايتم دي اكتف ولا لا. مظبوط. فانا محتاج في المكان ده اتشك هل الايتم دي اكتف فعلا ولا لا. فعشان كده محتاج انشق هنا متغير اسميه اندكس مسلا او كارنت اندكس. الاندكس بتاع الايتم اللي هو مختارها. فبالتالي ببما انها هنشق متغير لازم الوجت تكون خلاص. يعني ده امر محتوم. وهي فعلا لازم تكون دلوقتي لان ده هيتغير. فانا هنشق هنا متغير هسميه اند كارنت اندكس. وفعلنا افترض هيبقى زيرو. تمام? فلو روحت تحت كده مثلا بكل بساطة. قلت خلي بالك لو كان الكارنت اندكس بيساوي الاندكس بتاع الايتم خلي بالك الاندكس ده كل ايتم لها اندكس خاص بيها. فلو كان الكارنت اندكس بيساوي الاندكس بتاع الايتم يبقى بترو هي كده كده خلاص انت مش محتاج تحط حاجة تانية لان انت هنا حطيت الكنديشن اساسا لو كان الكارنت اندكس بيساوي ساوي الاندكس هيبعد لو كان الكارنت اندكس مش بيساوي الاندكس هيبعد تمام? وطبعا محتاج اشيل الكونس تانا. فزي ما انت شايف فعلا اول ايتم بس هي فعلا اللي ايه اللي متغيرها لكن البقائين كلهم نفس الشكل بالزبط. حلو قوي. احنا كده قربنا نوصلوا ايه? للنقطة اللي احنا عايزين نعملها. طبعا تعالى كده نحط الكنس هنا جنب كده. تمام? كده قربنا يعني كده بدأنا نقرب واحدة واحدة. دلوقتي الخطوة بقى المهمة فعلا اللي انا عايز اعملها ان انا لما اضغط على الكالر ايتم دي. تعالى نحطها كده جوة جستر ديتكتور. واقول هنا في الحالة دي طبعا انا محتاج اغير الكارنت اندكس. اقول الكارنت اندكس هيساوي مين يا شباب? هيساوي الاندكس بتاع الايتم اللي انا ضغطت عليها. اللي هو جايلي منين جايلي من الليست فيو. فبالتالي بمجرد ما يضغط عليها. هيروح تاني تشيك طبعا انا محتاج اعمل قضيت لليو اي بس انا بقول لك اللي هيحصل. هيروح تاني تشيك هل الكارنت اندكس بيساوي ساوي الاندكس اه? هيساوي الاندكس بتاع الايتم بس اللي انا ضغطت عليها. فبالتالي الايتم بس اللي انا ضغطت عليها هتستقبل قيمة بترو جوه هتستقبل بس هي قيمة بترو جوه فبالتالي شكلها بس اللي هيتغير. فطبعا انا محتاجة هنا اعمل فاستخدم موضوع بسيط جدا. حلو قوي. دلوقتي بقى لو جربنا نعمل حركة زي كده تعال كده نجرب. قليل اضغط هنا. زي ما انت شايف بص تغيرت. هنا نفس الكلام بص. نفس الكلام تعال انا اضغط هنا. هنا كده. بص بتتغير عادي جدا. مضوع بسيط جدا وسهل زي ما انت شايف. يعني مضوع مص صعب خالص. بالفعل هي بس الايتم بس اللي بتتغير. فزي ما انت شايف احنا كده بالفعل حققنا الجزء هي اللي احنا عايزين هنا. ان انا بالفعل المبضغط على الايتم بيباني ان انا تم اختيار الايتم دي بالفعل. اتمنى تكون النقطة دي واضحة. يبقى انا ماشيت على مجموعة خطوات بسيطة جدا عشان اقدر اطبعهم. اول حاجة قلت من اكيدة كده الايتم اللي هغير فيها اكيد هتستقبل متغير. يقول لي هي تم اختيارها ولا لا? فعملتها. بعد كده بكل سهولة برضو انشاءت متغير يقول لي ايه الايتم اللي تم اختيارها. وبسهولة جدا بستخدمه في المكان ده. عشان اتشك عليه بقول هل بتاعي بيساوي بتاع الايتم اللي جايلي? بس هو ده السؤال بتاعي. لو بيساويها هبعتروه. مش بيساويها هبعت بفوص. بعد كده الخطوة التالتة ان انا ابتدي اخزن جوة بتاعي. فعلا الاندكس بتاع الايتم اللي انا عملت عليك لك. خلاص هم ثلاث خطوات بسطين مشيت عليهم عشان احل المشكلة دي. فعشان كده دايما بيقول لك ما تحاولش تحل المشكلة مرة واحدة. دايما في مقولة بتقول لك كده يعني فكر مرتين اكتب الكود مرة واحدة. فكر دايما قبل ما تكتب الكود وبعد كده اكتب الكود. حاول تفكر الاول. ما تكتبش الكود على طول. تمام? ماشي. دلوقتي كل الفاضل بقى ان احنا نعرض مجموعة الوان بقى شكله نطيف كده. فانا ممكن اعمل هنا مثلا. اقول هنا كده. تمام? واسميها مسلا ايه? يعني تعال هنا نسموها كده. تعال طبعا نحط فيها. يعني تعال هنا نحط هنا كده. وحط فيها مجموعة الالوان اللي انا هستخدمها. تمام? طبعا الالوان دي يعني. يعني انت اللي بتحدد هيبقى الوانها ايه? فطبعا انت محتاجت تختار الوان كده شكلها متناسك وجميل. فانا في الحلقة دي لما بحب اختار الوان والكلام ده انا طبعا سيء جدا في اختيار الالوان والتناسك والكلام ده. فبسهولة جدا بروح على كروم كده مسلا. واقول له ان انا عايز حاجة اسمها هو بيجنريت كده مسلا مجموعة من الالوان متناسكة مع بعض. اقدر استخدمها في اي تطبيق معايا. خصوصا لو ما كانش معايا ديزاين ودي مش بتحصل كتير. بس يعني لو حاجة زي كده. زي ان انا بعمل او حاجة بسيطة كده كده بحيس ان هو يشوفها مش اكتر. تمام? يعني مش بتقبلني كتير. بس لو قبليتني انا بحب استخدم حاجة زي كده. اسمها في اكتر من حاجة. ادخل على اي حاجة تعجبك. هتلاقي ان هو بيدي لك مجموعة من الالوان. تمام? انت تقدر تبكي الانوان اللي انت عايزها. يعني تقدر تعمل شكل الانوان اللي انت عايزه. تمام? يعني انت على كده مسلا كده. ونشوف ايه? زي انت شايف هو كده عمل لنا مجموعة الانوان دي. يعني انت على كده. مش عاجبيني بصراحة مجموعة الانوان دي. طبعا انت ممكن تعمل وهو انا تقريبا مش ده اللي انا بستخدمه في العادي. بس ماشي مش مشكلة. زي انت شايف دي مسلا مجموعة الوان. يعني انت ممكن تعمل تاني وتختار مجموعة تانية. واعتقد فيه حل ابسط من كده بدل ما كل شوية اعمل لكن انا شايف مجموعة الانوان دي كويسة. يعني بالفعل ممكن نستخدموا الالوان دول. طبعا تعالى كده نجرب. مش هنخسر حاجة. تعالى نعمل كده هنا كده. واخزن في بتاعتي. وقعال كده نبك الكولور. تعالى كده. كده معنا اول هنا. طبعا لو حسيت ان مجموعة الالوان دي مش مش لازيزة. اعمل لالوان تانية. دي طبعا تعود للدزاينر مش ليك انت. بس لو انت بس اللي شغال عليه يعني. فانت هتضطر تعمل كل حاجة. تعالى نكرر ده بعدد البلت اللي عندنا. يعني عندنا خمسة فتعالى نخليها خمسة برضو. تعالى نعمل كده. ماشي. تعالى بقى اني بتغير على طول. ماشي تمام جدا زي ما انت شايف انا ضيفت مجموعة الالوان عندي. ده كده البلت اللي انا هستخدمها. فطبعا دلوقتي هخلي بقى تشتغل عليها. يعني تعالى كده نحط الاول. احنا كنا ضيفينها تقريبا اهي. هخليها تستخدم بتاعتي. وفي نفس الوقت برضو انا هخلي هنا تستقبل. فاقول هنا. وهسميه برضو كده. وتعالى نخليها تاخد بتاعها. ونستبدلوه في المكان ده. تعالى نقول كده. تمام قوي. تعالى نفس الكلام هنا نقول. طبعا هاتطر اشيل الكونس بقى. تعالى كده نشيل الكونس من هنا. وهشيلها من المكان ده برضو. ماشي. كده تمام قوي. طبعا مدينة هنا لانها محتاجة عبعدة الكونر بقى في المكان ده. وهقول عن طريق بتاعتي. واديها الاندكس. بس كده خلاص. فتعالى كده نشوف منظرهم. يعني تعالى كده نعمل كنترول اس. اه ماشي. طب هيا مش متعرف عليها. تعالى كده نفتحها تاني. هو هنا مش متعرف عليه خالص. طب تعالى نعمل للتطبيق. هو ساعات كده بيعلق مسلا. طبعا هنا ممكن نخلي دي كلها لان الالوان زي ما انت شايف فبقيتلي ممكن نخلي كلها ماشي. فتعالى كده بقى نجرب. زي ما انت شايف مجموعة الالوان انضافت. وشكلها لطيف. يعني فعلا شكلها لطيف. لانها بالت. يعني مش احنا اللي مختارينها اصلا الراجل هو اللي محددها. وزي ما انت شايف تقدر تختار ما هي زي ما انت عايز. ممكن طبعا تزود شوية في بتاعها. يعني مسلا ممكن تروح على كده. وتزود شوية هنا مسلا تقللها دي اصود شوية. فبالتالي الاطار بتاعها يبقى شكله اكبر كده شوية. ممكن نخليه مسلا تلاتة اربعة. نعمل كده. ماشي اعتقد كده يبقى شكلها الطف. يعني كده واضحة اكتر. ماشي كده شكلها جميل جدا. وطبعا على فكرة عملية الانتقال ما بين والتاني لها طرق كتيرة جدا. يعني انت مش بالضرورة تخليها بالاسلوب ده في اساليب افضل من كده اساسا. بس ده مش موضوعنا. ماشي يعني مش حابب تكلم فيها دلوقتي. فتعالا كده نروح على كده خلصنا كل حاجة. ممكن ننهي بس اخر نقطة. ان انا اعمل مساحة هنا. عشان يبقى منظرها مضبوط. فتعالا كده نحط هنا كده. ونعمل كده. وزي. وطبعا ممكن نخلي المساحة دي. قد المساحة دي. عشان يبقى منظرها كده لطيف لان هي الوان كده. فتعالا نحطها نخليها تنين وتلاتين من الستاشر. عشان ما منظرها قلطف يعني. بس كده. فاعتقد كده شكلها لطيف جدا. يعني احنا ممكن بالفعل نكتفي بهزا القدر في ماشي كده تمام جدا. فكده خلص خلصنا على كده نعمل ونعمل 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 وكده خلاص احنا كده خلصنا الجزائي دي. فاضل بس ان احنا نبج بقى منها ونحطه جوه النوت اللي بنضافها. بس مش اكتر. بس بكده كل الفيديو ده انتهت اتمنى تنسى فاتم الفيديو. بس اناك الفيديو جاي ان شاء الله ومع السلام.